تدعيات اغتيال عالم الضر الإيراني محسن فخري زادا ما تزال واضحة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط فتحذيرات إيران مستمرة وكذلك الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها إسرائيل وكان آخرها التحذير الذي وجهته لرعاياها في دول الشرق الأوسط كيف تخطط إيران إذن لاتخاذ أي قرار بالرد وما الذي تتوقعه إسرائيل تزايدت الدعوات في إيران للانتقام لمقتل العالم النووي البارز فخري زادا والذي تلقي طهران باللائمة فيه على إسرائيل في المقابل تتسارع الخطوات الإسرائيلية لتأمين مواطنيها وبعثاتها الخارجية تحسبا لأي عملية انتقامية إيرانية وزارة الخارجية الإسرائيلية حددت في بيان دول ومناطق مجاورة لإيران مثل جورجيا وأذربيجان وتركيا وأقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين كمناطق محتملة للرد الإيراني معتبرة أن مستوى التهديد الأمني الخارجي في هذه الدول بات مرتفعا جدا وكان مقررا أن يتوجه وزير الخارجي الإسرائيلي جابي أشكناز إلى البحرين لحضور مؤتمر إقليمي لكن مصادر دبلوماسية أكدت إلغاء رحلة أشكناز للبحرين بعد التهديدات الجديدة التي وجهتها طهران لإسرائيل مراقبون يرون أن أي رد إيراني على اختيال عالمها ربما سيتم تأجيله إلى أن ينهي الرئيس ترامب فترته الرئاسية خاصة أنه هدد برد حاسم على أي استهداف للمصالح والجنود الأمريكيين كما أن الإشارات الإيجابية من الرئيس المنتخب جو بايدن حول الملف النووي الإيراني ستشجع طهران على تجرع ألم الضربة بغية الضفر بأكبر المكاسب في هذا الملف حول هذا الموضوع معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن بهنام طالب له كبير المحللين في مجلسة الدفاع عن الديمقراطية ومعنا أيضا عبر سكايب من تل أبيب عكيف الدار المحلل السياسي الإسرائيلي مرحبا بكما سيد عكيف الدار أبدأ معك سؤال الكبير كيف تتوقع إسرائيل الرد الإيراني على مقتل محسن فخريزادة الخبير النووي أعتقد أن إسرائيل تتوقع من إيران أن تنتقم كما ذكر في التقرير إسرائيل تعلم أن حقبة ترامب وشهر العسل انتهى وإسرائيل الآن تفكر في العلاقات مع الإدارة الأمريكية القادمة إسرائيل أيضا تتبع أو تردود الأفعال من دول الخليج والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والتي هي ليست متحمسة بشكل كبير لاستمرار العنف بين إسرائيل وإيران إيران تفعل ذلك عبر الوكلاء باستخدام حزب الله أو استخدام قواعدها في سوريا أعتقد أن الإسرائيليين يضعوا رهاناتهم على الافتراض أن رد إيران سيكون حذر للغاية وكما ذكرت من قبل وربما سينتظروا حتى ينظر إليهم على أنهم الشخص الجيد وتبدأ علاقة جديدة مع الإدارة الأمريكية بنية حسنة أبقى معك سيد عاكف الدار هل هناك أي ربط بسيناريو الرد لأنه قيل الكثير الحقيقة بعد مقتل قاسم سليماني في مطلع هذا العام بأن هناك رد إيراني مزلزل سيكون ولم يحصل ما كان متوقعا الآن لا يقل أهمية محسن فخري زادة عن قاسم سليماني ربما يكون أهم منه وبالتالي هل سيكون قريبا هذا الرد برد هامشي وليس رد كبير على مستوى الشخصية التي فقدت في إيران أعتقد أن الإيرانيين يضعوا في الميزان المكاسب التي سيحصلون عليها من الانتقام ومن الهجوم ضد إسرائيليين في دولة أجنبية في أوروبا مثلا أو في مكان آخر وكما لم يفعلوا في الماضي ومن جانب آخر لا أرى مكاسب ربما سنكسب بعض الوقت ولكن لو قرأت مقابلة نيويورك تايمز مع الرئيس المنتخب بايدن نحن ننظر إلى عودة للاتفاق النووي بين إيران والدول الخمسة زاد واحد ربما مع بعض التعديلات أو حتى الرئيس المنتخب بايدن سيعود إلى رؤية أوباما من عام 2012 لشرق أوسط خالي من أسلحة نووية فأعتقد أن إيران تنتظر لترى ما الذي سيحدث إذن هي سياسة الانتظار سيد عكيفة الدار نعم اسمح لي أن أشرك معنا ضيفنا من واشنطن سيد بهنام طالب له سيد بهنام إذن يقول ضيفي من تل أبيبي أن شهر العسل بين إسرائيل والإدارة الحالية إدارة الرئيس ترامب قد انتهى هناك إدارة جديدة قادمة وإيران حذرة باتخاذ ردة الفعل كيف تراقب ما قامت به إيران حتى الآن فقط من تصريحات إثرى مقتل محسن فخريزادة أعتقد أن إيران لديها مسار واضح هناك سابقة لقتل الإرهابيين وقتل علماء هناك أربع خيارات الأول والأكثر ترجيحا هو الإرهاب الثاني التصعيد في مسرح مختلف باستخدام الوكلاء والخير الثالث هو الرد السيبراني والرابع هو عملية عسكرية سرية وذكر ذلك في صحيفة مقربة لخامنئي ربما ضرب حيفة وطبعا إيران تعلم أنها لا يمكن أن تكسب حرب تقليدية مع إسرائيل لأنها ستخسر فهذه الفكرة غير مطروحة ولكن هناك قوة في إيران تريد للرد على فخريزادة أن يكون قوي أو ربما أقوى من الرد على مقتل سليماني هذا سيخلق بعض التوطل للرد الإرهاب هو الخيار الأكثر ترجيحا من طهران في رأيي لأنه في عام 2012 كان هناك فترة من اغتيالات العلماء الإيرانيين من 2007 إلى 2012 وإيران لامت أمريكا وإسرائيل على ذلك وإيران ردت حول الأرصدة الإسرائيلية دبلوماسيين وسائحين في عدة دول حول العالم بلغاريا وطايلاند وفي بلغاريا قتل ست مدنيين فربما هذا هو المسار الأكثر ترجيحا الإرهاب يوفر لإيران فرصة لأن لا تكون في الصورة وأيضا أن تحتوي نتائج أو تكلفة الانتقام لأنه في سوريا إسرائيل لديها ميزة كبيرة ويمكن أن ترد على الانتقام الإيراني سيد بهنام خلي أقف معك عند هذه النقطة تقول بأن الإرهاب ربما هو سيكون الخيار الأسهل لإيران وضربته مثالا على ما حصل في العام 2012 بعد مقتل عدد من علمائها هل تتوقع بأن إيران ستقدم على هذا الأمر الآن أم في ظل الإدارة القادمة الأمريكية هذا سؤال ممتاز لأن التوقيت هو كل شيء حتى شخص مثل روحاني قال أننا لن نقع في الفخ الصهيوني كما ذكر وبالتالي إيران تفهم أن هناك شهرين بقية في إدارة ترامب وهذا معناه أنه إذا لم يكن هناك حرب تقليدية ستنشأ الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتصعيد الضغط ضد تهران حتى المتصلبين في إيران يقولون العكس أنه بدلا من الانتظار هذه الفترة يجب أن نرد على الفور لأن إذا كان لدى ترامب شهرين ولا نرد هذا سيحفظ أمريكا أو إسرائيل أن تستمر في هذا التصعيد فهناك هذا الجدل الجاري الآن في تهران حول هذا الأمر سيد داع كيف الدار إثرى ما حصل من تهديدات إيرانية هناك إجراءات اتخذت داخل إسرائيل أن قل لك منها ما طلبته أجهزة الأمن الإسرائيلية من الخبراء النوويين ومسؤولين كبار في مفاعل ديمونة النووي باتخاذ الحيطة والحذر وأيضا باتخاذ مسارات معينة خشية ربما الاستهداف هل هذا إجراء روتيني طبيعي لعلماء إسرائيل أم أن اللهجة ربما ارتفعت قليلا بعد التهديد الإيراني سأضيف خيار آخر الأمر كله يتعلق بالسياسة في النهاية نحن الآن ننظر إلى أزمة سياسية جدية للغاية ربما نتجه إلى انتخابات ثانية في إسرائيل والتهديد الإيراني النووي وأضيف أن إسرائيل لم تتبنى مسؤولية هذا الاغتيال كما تعلم أنا أعتقد أن الموضوع المشكلة الإيرانية السيبرانية والهرهبية هي جزء من السياسة الإسرائيلية الداخلية لأن السيد نتنياهو ينظر إليه على أنه الرجل الشجاع الشخص الوحيد الذي يمكن أن يرضع إيران دون أن يحظى بالثناء على الهجمات التي يقوم بها وبالتالي بسببه استطعت إسرائيل أن تحارب الإرهاب الإيراني وأن توقف البرنامج النووي الإيراني وبالتالي الجو في إسرائيل هو أنه نحن تحت تهديد دائم هناك عدو ومن جانب نتنياهو هو رجل السلام رجل التطبيع مع الدول الخليج والسودان ويزود المملكة العربية السعودية ومن جانب آخر إسرائيل تحتاج إلى رجل قوي هذا كان سؤالي على قضية التهديد تقول بأن إسرائيل مهددة دائما وبالتالي الآن هذه اللهجة المستخدمة إثرى التهديد الإيراني لعلماء إسرائيل في الداخل توخي الحذر لأنه في السابق كانت هناك طلبات من الإسرائيليين المتواجدين في دول المنطقة بأخذ الحيطة والحذر والبعثات الدبلوماسية اليوم الحديث داخل إسرائيل هل هذا يعني بإمكانية استهداف هؤلاء في الداخل الإسرائيلي؟ بالنظر إلى الماضي لقد فعلوا ذلك في بيونس آيرس باستخدام حزب الله وسيكونوا حذرين جدا كما أن إسرائيل حذر في عدم الاعتراف وعدم إعطاء إيران سبب للانتقام وقتل عالم آخر أعتقد أتفق مع زميلي ضيفك بأن الإرهاب هو أفضل خيار لإيران لأنهم يمكنهم أن لا يلاموا في حالة القيام بمثل هذا العمل ضربت مثال على بوينس آيرس بقيام بمثل هذه الأعمال لكن سؤالي مرة أخرى سيد عكيف الدار داخل إسرائيل في الداخل هل هناك إمكاني؟ هل هناك تصور بأن تستطيع إيران الانتقام من علماء إسرائيل في الداخل بالقيام بعمليات داخل إسرائيل؟ العمليات التي قاموا بها في الماضي كانت بضرب إسرائيل عبر استخدام حماس أو حزب الله أو بصواريخ طويلة المدى أعتقد أن لديهم هذا الخيار استخدام الوكلاء ولكن الخدمة السرية الإسرائيلية تعلم كيف تحمي العلماء ولم يحدث ذلك من قبل سيد بهنام طرابلول اليوم بعد الحديث عن معيار الوقت وصبر إيران حتى مجيء الإدارة المقبلة تحت قيادة الديمقراطي جو بايدن هل تتوقع إذا ما حصلت هناك نحن يفصلنا شهران عن ذلك اليوم إذا ما حصلت هناك ضربة عسكرية على إيران أي شيء من هذا القبيل أي اختراق آخر هل ستبقى إيران بالصورة التي نراها الآن بضبط النفس حتى مجيء بايدن هذا يعتمد حول طبيعة الهجوم كيف ترد إيران على قط مقتل سيوضح النغمة أو المسيرة ولكن كان هناك كما تعلم قانون في البرلمان تم الموافقة عليه للتطبيق هذا تطلب من إيران أن تصعد برنامجها النووي كما رأينا في عام 2012 وثلاثة عشر إذا تم تنفيذ ذلك هذا معناه اهتمام كبير ببرنامج إيران النووي وهل هذا سيكون ربما دعم أوروبي لحملة ضغط الأمريكية لا أظن أنه سيكون هناك ضربة على إيران في الشهر القادمة هذا سيكون خطأ في الواقع لا حدثه وواشنطن يجب أن تستمر في الضغط الأقصى مع التحالف مع حلفائنا ومع إسرائيل لتقويد قدرة إيران في أماكن مثل الخليج أو في سوريا أو في الشرق الأوسط وتخفيف التهديد الإيراني لأنه يبدو أن أدارة بايدن ستكون تركز بشكل حصري على البرنامج النووي وبالتالي يعود الأمر الدول الإقليمية أن تفعل كل ما تستطيع لتقويد التهديد الإيراني الإقليمي هذا التهديد الذي تتحدث عن سيد بهنام ما نتابعه أيضا اليوم من حوار المنامة بمشاركة إسرائيلية البعض قرأ فيه بأن هناك ربما تحالف سيكون من قبل الدول التي تعتبر مستهدفة من قبل إيران نتحدث عن السعودية عن الإمارات وحتى البحرين بمساعدة إسرائيل لمواجهة إيران هل ستكون هذه الدول إذا ما حصلت هناك أي ضربة قلت حضرتك بأنه سيكون هذا خطأ إذا ما تم ضرب إيران خلال هذين الشهرين ولكن إذا ما حصل هذا السيناريو هل ستكون هذه الدول أيضا مستهدفة من قبل إيران إيران سترد بشكل جزئي في أي تحالف ضدها ربما تحاول أن تخيف بعض دول الخليج مثلا أو فمثلا مع إسقاط الطائرة بدون طيار في الصيف إيران استطاعت أن تغير في سلوك الإمارات العربية المتحدة حيث سحبت قواتها من اليمن وبدأت في حوار بحري مع إيران في نفس الوقت الذي كانت إيران تصاعد في الأمور وستطاعت أن تحصل على شكوك في صفوف دول مجلس تعاون خريج بحيث لا تكون مستباحة أمام أمريكا فربما يكون هذا أحد الخطوات التي تتخذها إيران قد يبطئ ذلك من مسيرة التطبيع مع إسرائيل مثلا فتحاول في النهاية أن تخفف من هذا الأمر ولكن قد لا يكون رد عسكري ليكون لها تأثير على هذا التحالف بين إسرائيل ودول الخليج عبر خدمة إسكايب من واشنطن بهنام طلب له كبير المحللين في مجلس الدفاع عن الديمقراطية وأيضا كان معي عبر خدمة إسكايب من تل أبيب عكيف الدار المحلل السياسي الإسرائيلي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة